السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الفندقي النهاردة ان شاء الله اولى حلقات الاشراف الداخلي الاشراف الداخلي طبعا قسم الاشراف الداخلي ده اهم قسم عندنا زي الاقسام التانية بالزبط مهم جدا في الفندق واهم حاجة عندنا ان احنا نبقى مقتنعين بالقسم بتاعنا عشان نبدع فيه زي ما احنا عارفين ان قسم الاشراف الداخلي هو عصب الفندق عصب الفندق عشان هو اللي بيشغل جميع الاقسام اللي موجودة في الفندق والاقسام كلها بتبقى مرتبطة ببعضهم اول حاجة هنعرفها النهاردة ان شاء الله ايه هو شهادة الايزو ايه هي شهادة الايزو الايزو دي اهم حاجة عندنا تقولك مثلا ايه ده الفندق الفلاني خد شهادة الايزو المكان الفلاني خد شهادة الايزو المكان الفلاني خد شهادة الايزو ايه شهادة الايزو ديت شهادة الايزو ديت شهادة بيحصل عليها اي مكان لشروط معينة ومقاييس معينة اول حاجة عندنا اداء العمل بطريقة صحيحة من المرة الاولى يعني انا مثلا اما اجي اعمل رقابة عليك بعمل رقابة ايه للمرة الاولى بشوفك شغال صح شغال صح ازاي بديلك مقييس الاول وبقولك ايه هي المقييس دي وباجي ارجع عليك وقولك ايه انت شغال كويس جدا من المرة الاولى اقوله زي مثلا الطالب اقول له مثلا حل المسألة دي يحلها قدامي من المرة الاولى بطريقة ايه بطريقة صحيحة يبقى دي العمل الجيد من اول ايه من اول مرة بعد كده الجودة بالنسبة للعميل المستفيد بالخدمة والحصول على متطلباته اهم حاجة عندنا في الفندق ايه العميل اهم حاجة ان هو ياخد المتطلبات اللي هو عايزها هو طالب كل حاجة هو عايزها يقولك مثلا انا عايز مكان للسيارات عايز مكان للطرفية عايز مكان للحفليات عايز مكان للاجتماعات يبقى انا اهم حاجة عندي ان انا كل حاجة النزيل بيطلبها بوفرها له وبوفرها له على مستوى عالي والخدمة الجيدة من اول مرة بعد كده الخدمات الممتازة وبصفة دائمة مش اول مثلا ما ييجي العميل يقول له كل اللي انت حضرتك عايزه هعملهولك وكل اللي انت عايزه هعملهولك ومتوفر كل حاجة ويجي مثلا يطلب اي حاجة بعد كده لا معلش اصلا مش متوفرة لا معلش انها مش موجودة لا معلش وبعد ما كان بيبقى فيه ابتسامة وترحيب في الاول خالص الاقي العميل بيشتكي من سوق الخدمة او تأخرها يبقى انا ده ما ياخدش شهادة شهادة الايزو بعد كده الجودة تعني ما يتوقع العملاء العميل جاي ليه عشان يستريح عشان يلاقي خدمات يبقى انا اول ما العميل ييجي ويقول انا عايز الخدمة الفلانية يلاقيها على طول وفورية زي ما العميل بيطلب يبقى انا ايه بلاقي العميل بيشوف كل حاجة هو بيطلبها بتتعمله في وقت قصير جدا وفي الوقت اللي هو ايه اللي هو عايزه بعد كده تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء وتوفيرها وتوفير السيانة مثلا دخل الغرفة لقى التكييف معطل لو سمحتوا التكييف معطل يجي ايه الصيانة فوري ويصلح له لايه التكييف او مستوى الخدمة مش موجود انا ما استناش لما العميل يشتكي وبعدين احسن ان المستوى الخدمة لأ يبقى انا الفندوق بتاعي مش على قد مستوى شهادة الايزو شهادة الايزو دي يعني ما فيش حد بياخدها او مكان بياخده قال لما يكون مستوى عالي جدا 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 وده طبعا من اهم الاهداف بتاعتنا بتاعت الايه بتاعت الفندوق ان انا اعمل اهم خطوة ان انا ارضي العميل وقدم له الايه جميع المتطلبات بتاعته بعد كده تفهم رغبات العملاء من غير ما يطلب من غير ما العميل بيطلب انا بقدم له الايه بقدم له الخدمات بتاعته بقدم له الخدمات بتاعته ازاي مثلا العميل اه حسس ان هو مثلا ايه اه جاي عشان ينزل بسيم والكلام ده يبقى انا لازم اقول له يا فندم في بسيم موجود من الساعة الفلانية للساعة الفلانية يبقى انا بقول للعميل على جميع اللي موجود موجود في الفندق عشان ايه عشان احببه في المكان عشان ارغبه في المكان عشان اقوله ده موجود وده مش موجود او احسسه ان الكلام ده مش موجود بس ايه ممكن اوفره لك بس الكلام ده ما ينفعش لان طبعا العميل اهم حاجة انه هو جاي يحقق هدف معين ان ايه الراحة والطرفية والاجتماعات وهكذا على حسب كل عميل بينزل ايه الفندق ليه بعد كده توفير المعايير لايه لاي منتج يقدمها الفندق المعايير دي اللي هي الشروط اللي بتقدمها كل قسم من الاقسام انا بعمل شغلي ازاي بعمل شغلي بعد تدريب وبعد التدريب ده بعمل الرقابة وبعد الرقابة دي بيبقى فيه الرقابة على اساس ايه على اساس المعايير اللي انا حاطتها المعايير اللي هي الشروط اللي انا حاطتها بقول مثلا الفندق ده في اشراف داخلي او خدمة غرف خدمة الغرف دي بتبقى اهم حاجة عندنا في خدمة الغرف ايه السرعة وتلبية رغبات العميل ده من اهم الايه شروط شهادت الايزو شروط شهادت الايزو دي مش اي مكان ياخدها لازم يبقى مكان ممتاز وعالي جدا في الخدمات وعالي جدا فين في الخدمات عناصر الاتقان والجودة بتاعة العمل بتتطلب ايه اول حاجة التركيز على العميل يعني ايه التركيز على العميل لسه بنقول اهم حاجة عندنا الايه العميل واهم حاجة متطلبات العميل العميل ده مش هو اللي بيجيب لنا العملة الصعبة مش هو اللي بيجيب لنا بيجي مرة واثنين وتلاتة ويوفر العملة الصعبة لو كان عميل اجنبي يبقى ده بيدخل الايه العملة الصعبة موجودة عندنا في البلد العمل الجماعي والمشاركة في التطبيق يعني ايه العمل الجماعي الفندق ده مجموعة من الاقسام الاقسام دي لو مش مرتبطة مع بعض ولو مش متشاركة مع بعض يقول لها مع بعضها كده يبقى ده بيقدي الى الهدف بتاعنا اللي هو ايه ارضاء العميل اللي هو ايه جميع متطلبات العميل موجودة يبقى انا لازم جميع الاقسام اللي موجودة عندي تبقى ايه تبقى كلها مع بعضها وكلها ايه متشاركة في الهدف الوحيد اللي عندنا اللي هو ايه ارضاء العميل واهم حاجة برضو من رضا العميل اللي هو ايه توفير متطلباته في وقت قصير جدا العميل ما يشتجيش اهم حاجة في كل في كل اللي احنا بنقوله ده كله اهم حاجة رضا العميل القياس طبعا عندنا القياس بتاع الجودة وبتاع العمل بيقاس بحاجتين اتنين قياس ملموس وقياس غير ملموس ايه هو القياس الملموس القياس الملموس ده بدخل الغرفة بلاقيها متوضبة بلاقي كل حاجة متوفرة بلاقي كل حاجة موجودة ده القياس الملموس اللي هو ايه العميل بيلاقي جميع الخدمات اللي موجودة الغير ملموس ان هو مثلا بيلاقيني مبتسمة في وشه بيلاقيني موفرة له كل حاجة في الوقت اللي هو عايزها بيلاقيني كل ما يطلبني يلاقيني موجودة كل ما يطلب حاجة يلاقيها معمولة ما استناش لما العميل يطلب وبعدين ايه اوفر انا اهم حاجة عندي ان انا ايه اريد العميل بعد كده المسندة ايه هي المسندة ان الادارة بتاعتي اللي موجودة في الفندق الادارة المسؤولة عن الفندق او الادارات المسؤولة عن كل قسم كل الادارات دي تبقى مجمعة ومشتركة مع بعض ليه لان انا مثلا لو ادارة الفندق يا هدوبك بتاخد التقارير وتشوف ايه المشاكل وتعمل ده دي مش ادارة الادارة دي اهم حاجة عندها ان احنا بنوفر الشغل الجماعي المسندة للعاملين ان انا حفزهم ان انا اقول لهم الشغل ده صح الشغل ده كويس التحفيز من ناحيتين اتنين التحفيز العاملين عشان يدوني الهدف بتاعي الجيد التحفيز ده ممكن وانا مثلا وانا ماشي الاقي واحد مثلا بيشتغل شغل كويس برفع ليك ايه النظافة دي ايه الجمل ده ده بيدي للعاملين روح للعمل وروح ان هو يشتغل ويعمل احسن واحسن ده المدير النهاردة ممو معدي علي قال لي ده شغلك كويس ده بيخلي العمال نفسهم بروحهم المعنوية بيعلم وبيزودوا فين في اتقان العمل ممكن احفزهم ان هو مثلا ايه واحد بقاله كتير في المكان بتاعه وما ترقاش بقاله فترة طويلة وشغله كويس اعمل ايه ارقيه ارقيه وخلي ايه وخلي نفسيته تتحسن وخلي ايه شغله يبقى ايه احسن شغل وده طبعا باخد منه شغل عالي جدا العاملين دول اما بيحسوا ان الشغل بتاعهم الناس حسة بيه بيدوا ايه بيدوا اكتر واكتر لان طبعا التحفيز ده مهم جدا ممكن التحفيز كمان بايه ان انا مثلا ادي له حوافز مثلا انتو انها الشهر ده عملته اراضات عالية جدا هدي مكافأة للعاملين اللي موجودين عندي كلهم نص شهر يبقى انا كده بحفزهم ولا بحفزهمش بخليهم يشتغلوا اكتر ولا لا يبقى انا كل ما بحفز حتى لو بكلمة صغيرة بلاقي العاملين بيدوني ايه اعلى ما عندهم وطبعا ده في الاخر بيصب عندي انا ان المشروع بتاعي بيعلى والاهداف بتاعتي بتاعلى وايه الاراضات بتاعتي بتاعلى بعد كده التحسين المستمر التحسين المستمر ده لو بيجي منين من التحفيز لان انا كل ما بشتغل كويس وبحفز الناس كويس كل ما باخد منهم شغلة اعلى وايه الاهداف بتاعتي بتاعي بتحقق اكتر واكتر طبعا التحفيز ده مهم جدا في اي مكان مش في الفندق بس في اي مكان لازم المدير او المشرف عليك او اللي بيقيم عليك الرقابة لازم يحفزك حتى قلنا لو بكلمة صغيرة التحفيز ده مهم جدا 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 للايه للاهداف المنشودة بتاعتنا النهاردة بقى حتة صغيرة كده نشوف ايه هو التطور الفندقي عندنا عبر التاريخ عندنا تطور الصناعة الفندقية عندنا اول حاجة في العصور القديمة ثلاث اماكن في العصور القديمة الشرق القديم طبعا الفندق ده كان يدوبك لاستضافة المسافرين فقط وما فيش اي خدمات مقدمة ليهم قال لا يدوبك الاستراحة وبعد الخدمات الصغيرة عند الاغريق كان اساس للعلاج الاغريق طبعا معروفين بالاطباء المشهورين في العصر الاغريقي كان اهم حاجة عندهم ان المريض يشفى في اماكن خالية من الازعاج كانوا بيعملونهم اماكن خاصة بعيدة عن الضوضاء وبعيدة عن المدينة عشان علاج المرضى زي ما احنا شايفين الصورة اللي قدامنا بعيد جدا وممكن تكون في الصحرة كمان عاملين فندق بعيد وفي الصحرة هو بعيد عن الضوضاء وبعيد عن الاماكن ال ايه برافو عليكم الاماكن اللي بتقدي الى ازعاج المريض بتقدي الى ازعاج المريض احنا بنعزل المريض عشان يشفى عشان يشفى بعد كده في عصر الرومان الرومان كان عندهم الحروب كتير شوية وكان يعني الشغل بتاع الجنود والعساجر يعني اكتر شوية من اي عصر عصر الرومان ده معروف بالعصور الحربية الرومان كانوا بيعملوا في قلب الصحرة للجنود بتاعتهم اماكن للإيواء طبعا انا مش هوادي الجنود يحربوا في اماكن فضية الصحرة بيبقى فيها عواصف بيبقى فيها رمال وبيبقى فيها حيوانات مفترسة لازم اعمل لهم اماكن ايواء للعساكر بتاعتي كان في عصر الرومان كانوا بيعملوا اماكن لإيواء العساكر دي في اماكن قريبة من الميا من ينابيع الميا عشان الجنود تقدر انها تشرب وتستريح وفي نفس الوقت تقيم الحرب اللي هما شغالين فيها بعد كده خدوا الاماكن بتاعة الحروب والاماكن دي بعد ما الحروب انتهت خدوا الاماكن دي وعملوا فيها استضافات للمسافرين عبر السحار عندنا بعد كده الصناعة الفندقية في العصور الوسطى اهم حاجة عندنا ان العصور الوسطى كانت الفنادق في الاماكن الكبرى بس مقتصرة على الاماكن المدن الكبرى وبتحل اماكن اللي هي الخنات الصغيرة الخنات الصغيرة اللي هي البيوت الصغيرة اللي كان المسافرين كانوا بقوهم فيها وبي استضافوا لدى اهل البيت ده بس قالوا بقى احنا هنعمل اماكن مستثورين في المدن الكبرى وهنعمل لهم اماكن بدل ما الناس استضفهم بنعمل لهم اماكن مخصصة لهم اهم ما يمازل الفترة دي هو انتشار الفنادق دي داخل المدن وهي وحدات متشابهة. متشابهة شكلها كلها شبه بعض وكانت صغيرة وبتستوعب الغرفة عدد كبير من الأشخاص والغرف ما كانتش بتزيد عن 150 مكان في الفندق الواحد بعد كده في العصور الحديثة. العصور الحديثة كانت اللي احنا فيها دي بتتميز بتطور كبير جدا في الصناعة الفندقية وفي القوانين الموضوع للفنادق اهم خصائص العصور الوسطى دي ان هي رجال الاعمال مهتمة جدا بايه بالصناعة الفندقية دي لتطورها وان هما بيستخدموا الفنادق دي لحاجات كتيرة جدا 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 وكمان ان هي ايه جلب لرأس المال انا ما بعمل مشروع للفندق وبديله اهميته قوي وفيه امكانيات عالية جدا وبخلي فيه امكانيات كبيرة جدا باخد منه ارادات زي سلاسل الفنادق المنتشر عبر العالم هيلتون والشيرتون واماكن اخرى من الاماكن الكبيرة اللي موجودة في العالم كله بعد كده بقول ايه هي العوامل التي ادت الى تطور الصناعة الفندقية دي ايه هي تقديم الخدمات للافراد قبل كده في العصور الوسطى والعصور القديمة احنا قلنا يا دوبك كان النزيل او المسافر بيرتح فيها او بيقدم له خدمات بسيطة جدا بعد التطور ده لقينا الخدمات بتاعت الافراد مختلفة مثلا رجال الاعمال عايزين يعملوا اجتماعات ناس عايزة تعمل احتفالات ناس عايزة مثلا رجال الاعمال عايزين انترنت وصلت اجتماعات وصلت حفلات وخدمات اخرى خدمات كبيرة جدا طبعا الخدمات ديت بيبقى بالجانب بتاعها خدمات نوم واكل واستراحات وسيارات مواقف سيارات وترفيه كل حاجة حتى بيبقى في معظم الاماكن الكبيرة اللي هي الفنادق الكبيرة ديت بيبقى فيه مكان للبيع والشراء يعني خنات موجودة او شركات كبيرة بتعمل اماكن لبيع مثلا عطور او لبيع ملابس مولات يعني مولات تبعة للفندق بتبقى اماكن غالية جدا في برافو عليكم اهم حاجة خدمة النزيل يبقى الخدمات العالية في خدمة النزيل واسعارها عالية لان الخدمات المقدمة فيها اكتر واكتر يبقى كل ما بتزود الخدمات كل ما الاسعار بتعلى زي ما احنا في الاول قلنا الفندق خدمات مقابل ايه مقابل اجر انا مش هقعد في مكان او افتح مثلا مول في مكان من غير مدفع في ايه من غير مدفع في فلوس او يبقى في الفندق عالي جدا في مستواه ومثلا الاسعار بتاعته منخفضة لا طبعا يبقى كل حاجة عندي بايه مقابل اجر بعد كده طبعا الخدمات المقدمة كل حاجة اللي هي المأكلات والمشروبات والمطاعم وصلاة الرياضة وحمامات السباحة ومحلات للشراء لسا ايلين طبعا ده شكل الفندق وشكل ازاي بس تقبل العميل من اول ما يوصل لحد ما يغادر الفندق الحصول على الاراضات والعملة الصعبة طبعا الفندق من اهم وسائل الحصول على العملة الصعبة ليه من النزيل ده النزيل ده مسافر من بره البلد جاي يقعد فترة معينة عشان يعمل شغل او طرفية زي مثلا اه اه الاجانب الاجانب بيجوا ليه عشان يا اما في الصيف يا اما في الشتاء يا اما طول السنة مثلا في الصيف وفي الشتاء في الصيف بيروحوا الاماكن الترفيهية اللي فيها البحر والاماكن الخلابة في الشتاء بيبقى فيه الاماكن اللي فيها قصرات زي القصر واسوان او الاماكن اللي موجودة على البحر الاحمر اللي هي فيها ايه برضو اماكن فيها بحر واماكن خلابة واللي الترفيه بعد كده توفير فرص العمل توفير فرص العمل ده طبعا كل ما بننشئ فندق كل ما بيبقى فيه عندي ايدي عاملة ولا انا هشتغل في الاقسام ازاي هشتغل في الاقسام بايه رفو عليكم بايدة عاملة من اول المدير لحد اخر ايه اخر عامل دول كلهم اهم حاجة عندي ليه عشان توفير الخدمات المقدمة للايه للنزيل بعد كده تعليم وتدريب الافراد في مجالات مختلفة للفندق انا ما ببقى جاي اقدم مثلا خدمة معينة انا ما عرفش حاجة عن الشغل ده بقدمه ازاي بيبقى فيه نواحي قصور نواحي القصور دي اهم حاجة عندي ان انا اتلافى نواحي القصور دي بقوم بتدريب العاملين اللي موجودين عندي انا دلوقتي عندي فندق صغير طالب عمال العمال اللي موجودين بيجوا على اساس ايه شروط معينة بعمل اعلان بالشروط بتاعتي الشروط بيتقدم لي ناس كتير جدا الشروط دي لما بتتوفر في ناس باخدهم بيشتغلوا عندي عدم توفرهم في ناس تانية باخدهم لا طبعا باخدش الناس لايه مثلا عايز خريك سياحة وفنادق عايز خريك دبلومات فنين فنادق عايز كذا عايز كذا يبقى انا بطلب شروط معينة لايه للعمل بتاعي بتاع الفندق يبقى انا بحط شروط عشان اشوف العمال دول هينسبهم الكلام ده ولا لا بعد كده بعد الشروط ديت بشوف العاملين اللي عندي دول بديهم فترة ثلاث شهور او ست شهور في اماكن معينة ليه الثلاث شهور او الست شهور عشان اشوف الناس دول محتاجين تدريب ادربهم مش محتاجين تدريب خلاص يبقى انا كده ايه شغالين في المكان ده بعد التدريب اشتغلوا لا ما عارفوش برضو اشتغلهم ممكن اخد الناس دول اوديهم الاقي عندهم مهارات في مكان معين اوديهم لقسم تاني يبقى انقل العمال اماكن ايه فاقسام مختلفة يبقى ده طبعا على حسب الايه على حسب الشروط اللي انا عايزها والهدف اللي انا بطلبه من تحقيق في الفندق بتاعي بعد كده هم حاجة في الصناعة الفندقية ان هي بتنميلي الاماكن الجغرافية يعني ايه بتنميلي الاماكن الجغرافية مثلا انا عندي البحر الاحمر والسواحل بداعي للبحر الاحمر سواحل البحر الاحمر دي كانت ممهدة الاول قبل ما اعمل فيها اماكن سياحية لا انا اهم حاجة عندي في الصناعة الفندقية ان انا الجغرافية بتاعتي اللي هو المكان اللي انا بقوم فيه ببناء الفندق يبقى ممهد للخدمات السياحية بتاعت الايه العميل ليه عشان اقول ان العميل ده راضي عني ولا مش راضي عني راضي عن الخدمة ولا مش راضي عن الخدمة هيجيلي ليه هيجيلي عشان الفندق بتاعي ده محقق سمعة كويسة جدا يبقى المكان الجغرافي المكان بتاعي بيحقق ايه من ضمن الشروط بتاعتي ان انا بختار المكان بتاعي كويس مثلا فندق علاجي فندق علاجي ده عاملوا في قصة المدينة ولا عاملوا في مكان هادي او في مكان فيه مثلا جو كويس وهواء طلق واماكن خلابة وبعيدة عن الضوضاء وبعيدة عن المدن يبقى اهم حاجة عندي ان انا بختار المكان بتاع الفندق وان انا بمهد المكان بتاعي اللي هو ايه تنمية ايه الاماكن الجغرافية تنمية الاماكن الجغرافية دي ايه اللي حصل في الصناعة الفندقية في اخر عشر سنين او في اخر خمستاشر سنة في مصر ايه اللي حصل تطور الصناعة الفندقية مش في مصر بس في جميع انحاء العالم بدأ يبقى في اماكن سياحية كتيرة جدا وفي اماكن كبيرة جدا والمتطلبات كتيرة جدا زي الترفية الرياضة الاستجمام التاريخ الاماكن الرياضية مثلا في بيعملوا مثلا زي كاس العالم او تزوحلق عن جليد او الاماكن دي مش بدي يتبع فندق معينة ولا كله اعمل كل فنادق شكل بعضها لا يبقى انا المتطلبات بتاعتي والتمهيد بتاعي بتاعي الجغرافيا بتاعة المكان بتاع الفندق بتمهدلي الايه بتمهدلي المكان اللي انا النزيل بينزل فيه بعد كده طبعا طبعا الفندق بتاعي اهم حاجة فيه الحاسبات الالية الحاسبات الالية دي بستخدمها في ايه في الفندق الحاسب الالي ده في جميع الاقسام الموجودة في الفندق حاليا لان دلوقتي كان قبل كده كان فيه دفاتر وبيدون فيها الارادات والمصرفات واسام النزلة وكل حاجة عن النزيل دلوقتي عصر التكنولوجيا اللي هو عصر الحاسب الالي بالفندق اول ما بيدخل النزيل الفندق بيبدأ ان هو يسجل بياناته من البطاقة الشخصية او من البسبور بتاعي البيانات دي بسجلها في دفتر حاليا لا ما فيش تسجيل في دفاتر كل حاجة شغلها دلوقتي بالكمبيوتر الكمبيوتر في جميع الاقسام والاقسام كلها متصلة مع بعض بالكمبيوتر الكمبيوتر ده مهم جدا 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 في العصر اللي احنا في ده لانه بيسهل على الناس الشغل في جميع الاقسام مش في الفندق بس لا في كل وكل مكان كل مكان ما تلاقيش بقى الدفاتر واحنا بقى بنعمل الدفتر والدفتر قد كده ونقعد نكتب والدفتر ده ملحق للدفتر ده والدفتر ملحق لا دلوقتي كله كمبيوتر وتكنولوجيا اهم حاجة في وسائل الاتصال دلوقتي الكمبيوتر الكمبيوتر في الفندق بقى بيبقى جهة اتصال ما بين جميع الاقسام اللي موجودة في الفندق من اول ما العميل بيدخل لحياة ما بيغادر اللي عميل مثلا عايز خدمة غرف يصحى مثلا الصبح الساعة سبعة يفتر في الغرفة هيمشي الساعة كذا كل ده متسجل على الكمبيوتر مزايا استخدام الكمبيوتر في الفندق اول حاجة ان هو وصول المعلومات الى الافراد في الوقت المناسب ايه ايه الكلام ده الفرد مثلا او النزيل عايز يعرف مثلا انا نازل الفندق ده وبتصل بيهم بقولهم انا عايز عدد غرف معين للجروب بتاعي انا بقى هستنى لحد ما افتح السجلات لا احنا قلنا الكمبيوتر سهل جدا وسهل علينا كل حاجة يا دوبك بقى افتح تك بشوف ايه الغرف الفاضي اللي عندي وبرد عليه على طول برد عليه في وقت قصير جدا بعد كده تنظيم حسابات النزلاء ايه حسابات النزلاء المزيل لما بينزل عندي كل الخدمات المقدمة ليه في الفندق بسجلها على الكمبيوتر يعني كل في المطعم عمل حفلة في قاعة الحفلات مثلا استخدم قاعة الاجتماعات استخدم البسيم استخدم موقف السيارات اللي هو الجراش استخدم اي حاجة في الفندق ده بيضاف على حسابه وده طبعا من خلال الحاسب القالي يبقى انا الحاسب القالي بتاعي بجيب اسم النزيل والحاجة اللي هو استخدمها وبضفها على الحساب بتاعه بشكل دوري بعد كده مراقبة التكاليف بالاغذية والمشروبات الخدمات دي مقدمة عن طريق يعني مثلا العميل او النزيل بينزل عندي عايز يأكل مثلا في المطعم بيأكل ازاي عن طريق ايه الاغذية والمشروبات اللي هي قسم من اقسام الفندق قسم من اقسام الفندق الاغذية والمشروبات ده مسؤول عن ايه مسؤول عن حاجات كتير قوي مسؤول عن المطعم مسؤول عن المطبخ طبعا اللي بيودي الاكل للمطعم مسؤول عن قوعة الحفلات مسؤول عن خدمة الغرف مسؤول عن كل حاجة العميل بي Catholic بيستخدمها في الفندق العميل لما بيجي يستخدم الأغذية والمشروبات ده مهم جدا للفندق ليه؟ لأن العميل بيلاقي الأكل المقدم ليه كويس والجودة بتاعته كويسة بيأكل في الفندق ما بيضطرش ان هو لأ الأكل بتاعك ووحش لأ ده أنا هاكل برا يبقى كل الحاجات اللي أنا بعملها بتبقى ليه بطور من الأغذية والمشروبات باخد المقابل بتاعها عن العميل بيأكل عندي بيقيم عندي حفلات مثلا قاعة الحفلات مش عاجبه العميل بيعمل ايه؟ الحفلة بتاعته برا بيعمل الاجتماعات بتاعته برا مش لايه الخدمات هيجي لي تاني مش لايه الخدمات دي هيجي لي تاني لا يبقى أنا بعمل تطوير للخدمات على حسب العميل وعلى حسب جهة العميل نفسها يعني رجل اعمال مثلا شخص عادي كل واحد بينزل في الفندق له متطلبات مختلفة عن الاخر طبعا الجروبات بيبقى مختلفة عن رجال الاعمال بيبقى مختلفة عن شخص الواحده بيبقى مختلفة عن اسرة معينة وهكذا بعد كده تنظيم المشتريات والسيطرة على المخازن طبعا الحاسب الآلي اما بيدخل حاجة في الفندق ايا كان في الاخذية والمشروبات او في المخازن بنقول بنسجلها على الحاسب الآلي عايزة شوف المخازن مثلا في حاجات في المخازن نقصة بفتح الكمبيوتر باخد الحاجة بتادي بشوف ايه اللي نقص عندي من الكمبيوتر سهل جدا بدل ما اروح المخزن بقى واشوف ايه اللي نقص في المخازن وهكذا واعمل جرد وكده لا يبقى الحاسب الآلي سهل علي الجرد اللي موجود في المخازن تنظيم العمل وضبط حسابات الفندق اللي هي الحسابات بتاعت النزيل او حسابات الاراضات او حسابات العاملين او اي حسابات دخلة دخلة الفندق بقى ده كده عناصر الفندق مين اللي موجودين عندي في الفندق ايه هي عناصر الفندق اول حاجة العنصر البشري العنصر البشري ده مين العنصر البشري اللي موجود عندي الشريحة الاولى اللي هو النزيل اللي هو المستهدف من الخدمة اللي انا بقدم له لإيه الخدمة العنصر التاني اللي هم المنفذون للخدمة اللي هم العاملين عندي فيين في الفندق اللي هم بيتقاضوا اجر على العمل بتاعهم يعني انا شغال في فندق بتقاضي اجر على العمل بتاعي ده يعني انا شغال في فندق هشتغل مثلا من غير فلوس لا انا بشتغل وباخد ايه وباخد فلوس على الشغل بتاعي يبقى انا فيه شريحتين الشريحة الاولى اللي هو النزيل بياخد جمي كافة الخدمات بتاعتي الجزء التاني اللي هو الايه العاملين اللي بيقدموا الخدمات دي بعد كده عندي العنصر الاداري ايه هو العنصر الاداري اللي هو العنصر المنظم للعملية اللي موجودة فين في الفندق العنصر الاداري ده اللي هو حنصر التنظيم عنصر التنظيم ده اللي هو مين اللي هو المدير ونائب المدير والقائمين على الاشراف والمتابعة والرقابة النزيل بيشعر بدول؟ بيعرفهم؟ لا العنصر ده يعتبر غير مرئي للنزيل غير مرئي للنزيل يعني العنصر ده هو المسؤول عن ارتقاء مستوى الفندق ليه؟ لأن هم دول اللي بيعملوا عملية الرقابة على العاملين اللي موجودين انتو شغالين كويس؟ اه شغالين كويس بتعملوا شغلكوا باحسن حال؟ ايوا بتعملوا شغلكوا بشكل كويس العميل راضي عنكم؟ ايوا العميل راضي عننا يبقى ده هم دول المسؤولين عن تحسين مستوى الخدمة وارضاء العاملين بس بشكل مش ظاهر بشكل خفي العميل ما بيشوفش المدير بتاع الفندق ما بيشوفش نائب المدير الا اذا في حالة واحدة في حالة برافو عليكم اذا كان فيه شكوى اما بيبقى فيه شكوى وانا مش راضي وهمشي قبل المدة بتاعتي بطلب ايه؟ بطلب مغادرة الفندق فورا طب ايه السبب يا فندم وايه المشكلة؟ تدخل في الوقت ده من مدير او نائب المدير بتاع الفندق يبقى نائب المدير او الجهة التنظيمية او الادارية في الفندق ما بيشوفهاش العميل خالص الا في حالة الشكاوى في حالة كمان العميل بيشوفه لو كان مثلا نزيل هم شوية رئيس وزراء او وزير خارجية او او ناس يعني مثلا مهمين جدا بيقوم المدير او نائب المدير باستقبال الشخصيات ديه لايه؟ لاستقبالهم وارضاءهم ويشوف ايه متطلباتهم ويعملها بشكل ايه؟ بشكل جيد لايه؟ بالعميل وطبعا العملاء قلنا بيختلفوا من شخص لاخر او من احتياجات لاخرى بعد كده العنصر اللي بعد كده العنصر المادي العنصر المادي اللي هو اول حاجة موقع الفندق برافو موقع الفندق ده اللي هو ايه؟ موقع الفندق ده اللي بيختلف من فندق لاخر بيختلف من فندق لاخر يعني زي ما احنا قلنا الترفيهي غير الرياضي غير الثقافي غير برافو ايه؟ موقع الفندق ده شطرين جدا 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 يبقى موقع الفندق ده مختلف من موقع الفندق لاخر متطلبات العملاء ده كله بعد كده التصميم بتاعه تصميم الفندق ده مهم جدا في عملية جذب العملة التصميم ده اللي هو ايه؟ التصميم ده اللي هو الشكل الخارجي والداخلي زي مثلا الموتل عندنا التصميم بتاعه غير التصميم بتاع فندق الايه؟ المدينة تصميم فندق الموتل اللي هو على الطريق السريع اللي هو للراحة الساعات قليلة زي فندق المدينة اللي هو ما بين مثلا اماكن شعبية او اماكن مثلا وسط البلد في اماكن مختلفة لا يبقى ده تصميم ده غير ده تصميم الموتل اللي هو على الطريق السريع بيبقى قدامي اماكن فاضية كبيرة لانه في الصحراء انا وانا مسافر بنزل الموتل ده عشان امون عشان اشرب حاجة مثلا اقعد نص ساعة استريح عشان كده يبقى الخدمات بتاعته قليلة جدا يبقى انا الغرف بتاعتي المتطلبات بتاعتها قليلة انما اللي في المدينة المتطلبات بتاعته بتبقى ايه؟ اعلى شوية لان رجال الاعمال بتبقى موجودة فيه بتبقى متطلباته مثلا عايزين باركنج العربيات عايزين قاعات حفلات قاعات اجتماعات وهكذا وبيبقى بشكل طولي ليه بشكل طولي؟ لان في المدينة بيبقى مبنى محكوم بقطة ارض صغيرة في وسط الايه؟ في وسط المباني بتاعت المدينة يبقى انا اعمله بشكل افقي؟ مش هينفع يبقى انا اعمله بشكل ايه؟ بشكل رأسي ده التصميم بتاع الايه؟ بتاع الفنادق بيختلف من موقع لاخر وبرضه التصميم بتاعي اللي هو الشكل بتاعه ايه الشكل بتاعه؟ يعني مثلا فندق في مكان تاريخي زي فندق مثلا على البحر؟ بيبقى الشكل ده زي الشكل ده؟ لا بيبقى الشكل التاريخي بيحاولوا انه هم المكان التاريخي يعني مثلا في القصر واسوان بيبقى شكل الفندق من برة بيبقى حطين مثلا الاشكال التاريخية موجودة على الجدران بتاع الفندق موجودة داخل الغرف كمان بيحطوا صور مثلا بيبقى الشكل بتاع البهو بتاع الفندق بيبقى بيحطوا مثلا مثلة بيحطوا شكل فرعوني بيحطوا اشكال بتبقى موجودة في المكان نفسه يعني شكل تاريخي مثلا في القصر واسوان بحط شكل ينسب مع المكان بحط مثلا في الصور بتاعتي اشكال تاريخية مثلا خوف وخفرع ومسلا الاهرامات واشكال تاريخية موجودة جوه في الغرف يبقى انا التصميم بتاعي بتاع الغرف والتصميم الفندق نفسه بيختلف ايه؟ على حسب الموقع بتاع الفندق وعلى حسب الانصر المادي بتاعي التجهيزات بتاعتي تجهيزات الفندق تجهيزات دي بتختلف بمهارات العاملين احنا اما تكلمنا عن العاملين اللي موجودين بنتكلم عن مهارة للعاملين يعني ايه مهارة للعاملين؟ ممكن العاملين باقل تجهيزات بيدوني اعلى خدمة وممكن العاملين عشان مش متضربين وما عندهمش مهارة ممكن التجهيزات بتاعتي يبوزوا اجهزة الخامات بتاعتي ما تكفيش النظافة بتاعتي مش قد يعني يبقى انا الفندق بتاعي بيخسر الفندق بتاعي مدام العاملين بتاعي مش مجهزين او مش على قد المهارة بتاعتي بتبقى بتبقى التجهيزات بتاعتي اقل من المعتاد ليه لان العاملين بتاعي مش مهارة اصلا العاملين بتاعي عايزين تجهيزات اعلى واعلى ليه لان انا مثلا جهاز معين العاملين بتاعي مش عارفين يستخدموا الاجهزة دي عشان اخليهم يبقوا مهارين يبقى لازم اضربهم والتدريب ده بيجي من من الاشراف الاشراف بشوف مستوى العاملين عشان اشوف مهاراتهم ومن خلال المهارات دي بعمل ايه بضربهم والتدريب ده بيبقى إيه؟ بيبقى على مستوى العاملين في عاملين بيجوا التدريب من أول مرة وبيبقى المستوىهم عالي ويبقى عاملين تانيين التدريب بتاعهم يدوبك بلقنهم بعض التدريبات العملية أو مثلا إرشادات على حسب الجهاز بتاعي الإرشاد بتاعي مثلا استخدم الجهاز ده حط الفيشة في الحتة الفلانية اعمل كذا اعمل كذا وبيبقى على حسب مهارة العاملين اللي موجودين عندي فين في الفندق وبتبقى بصفة مستمرة فين في الفندق بتاعي ده طبعا شكل من أشكال الترحيب بالعمل اللي موجود عندي الشكل بتاعي بصوا الفندق بيبقى التجهيز بتاعي بيبقى على مستوى الفندق بتاعي وعلى على قد على قد أنصر الخدمة ده مهم جدا أنصر الخدمة ده بيجي أول حاجة من العاملين والمهارات المكتسبة من العاملين أنصر الخدمة ده اللي هو الغير ملموس أو الملموس الغير ملموس اللي هو زي الصورة اللي احنا شايفينها ديه الغير ملموس اللي هي ايه؟ الضحكة الحلوة اللي ابتسامة مش ضحكة بقى بصوت لا ابتسامة بحسس العامل أنه هو مرهو فيه بحسس العامل أنه أنت جاي في مكان هتشوف كل اللي أنت عايزه ويقدم لك كل كل الخدمات اللي أنت عايزها بعد كده فيه فنادق طبعا المستويات بتاعله كل فترة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في الفنادق بتتطور من وقت الايه لآخر التقنيات الحديثة اللي عندي دي ممكن تبقى سبب من أسباب أن أنا أستغنى عن العنصر البشري ده ممكن ممكن في أي حتة أجيب آلات والعنصر البشري ما أستغنى عنه ما يبقاش موجود لا طبعا الأجهزة دي مين اللي عملها الإنسان مين اللي هيستخدمها الإنسان مثلا عندي في الاستبال عندي مثلا الكمبيوتر بقى بحط عليه الخدمات بتاعتي وفيه جميع الأقسام مشتركة مع بعضها عن طريق الكمبيوتر لسه حالا قايلين الكمبيوتر مهم جدا في عملية الاتصال ما بين الأقسام يبقى أنا ممكن الكمبيوتر الشغل لوحده ينفع ما ينفعش يبقى الأهم عنصر في الخدمة اللي موجودة عندي في الفندق هو العنصر البشري لأن العنصر البشري ده العمل يتركز عليه في الدرجة الأولى لأن العنصر البشري ده هو أهم عنصر في الفندق مين اللي يستقبل العميل أجيب مثلا كمبيوتر أخلي العميل يستقبله يبقى ما ينفعش يبقى مين اللي بيستقبل العميل عنصر بشري مين اللي بيستخدم الكمبيوتر عنصر بشري مين اللي بيعمل حسابات عنصر بشري مين اللي بيقدم الخدمات عنصر بشري يبقى أنا أقدر أستخدم أي مكان في أي مكان كمبيوتر بس لا يبقى العنصر البشري هو عصب المكان وهو الأهم واحد فين في المكان بتاع اللي هو فين الفندق بتاع طبعا لا يمكن الاستغناء عن العنصر البشري مثلا في مصدف الاستقبال أو استبداله بآلة الالكترونية أو ضيوف أو رجال الأعمال أو كذا طبعا العنصر البشري ده بيحدد مصار صنوعة الفنادة ونجحها لأن العنصر البشري ده مثلا الكمبيوتر بيتقدم لحد درجة معين مين اللي بيعمل التطور في الكمبيوتر؟ العنصر البشري مين اللي بيعمل التطور في الصناعة الفندقية ونجحها؟ العنصر البشري مين اللي بيعمل كل حاجة في الصناعة الفندقية والتطورها؟ العنصر البشري يبقى أنا عندي أهم عنصر هو العنصر البشري التقنيات الحديثة بقى في الفنادق تقنيات الحديثة دي عملت ايه؟ وسعت مجالات المنافسة في الفنادق زي ما احنا شايفين تقنيات الحديثة في الفنادق العالمية عملت استقطاب للنزلاء بوسائل ابتكار ووسائل تطوير من وقت للتاني عنصر الابتكار بتاعي ده بيجي منين؟ من العنصر البشري من اللي بيتكر؟ العنصر البشري طبعا مجالات التطور ده بالتقنيات طبعا فيه نزلة كتير جدا بيروحوا الفندق عشان الراحة عشان بتقدم لهم خدمات يبقى الناس بتروح تقنيات حديثة عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان افتاح مش عشان اقول مثلا لا اذا الخدمة دي مش موجودة لا الخدمة دي مش موجودة يبقى انا النزيل اهم حاجة عنده الخدمة المقدمة وانا اهم حاجة عندي رضا العميل لان رضا العميل ده من اهم رفع عليكم من اهم الاهداف بتاعتي في الفندق لان الفندق بتاعي اهم حاجة عندي اللي هو الايه؟ رضا العميل توزيع او زيادة القطاع الاقتصادي ومستوى القطاع السياحي مستوى القطاع السياحي كلما بزود التقنيات الحديثة كلما بزود مستوى القطاع السياحي طبعا احنا لسه قيلين الفنادق كلما بزود التقنيات الحديثة كلما النزيل بيفضل كده لان النزيل نازل في المكان ده عشان يارتاح ويستخدم تقنيات حديثة ما يبقاش التقنيات اللي موجودة تقنيات عادية بالذات لرجال الاعمال والوزراء والمستويات العالية بتلاقي التقنيات الحديثة دي مهمة عندهم مثلا شبكات الواي فاي بتاع الكارت الزاكي الحاجات اللي احنا لسه هنتكلم عليها الجاية دلوقتي اهم حاجة للعميل اما بيجي يستخدم الغرفة ويلاقي مستوى مثلا رجل اعمال راح فندق وتقابل مع رجل اعمال تاني ويقول له ده الفندق اللي انا كنت نازل فيه فيه تقنيات حديثة كذا 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 طب قول لي على الفندق ده وقول لي ايه اللي بيصل وايه اللي موجود في الفنادق عشان اروح المكان ده واشوف التقنيات الحديثة دي وايه اخر التقنيات الحديثة دي طبعا التقنيات الحديثة دي مجالها واسع جدا والمجالات بتاعتنا واسعة قوي في التقنيات الحديثة دي هنتعرف عليها ان شاء الله في الحلقة القادمة شكرا على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته